أَلِفْ لَمِّمْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًا وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَا الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزْوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُشْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي أُذْنَيهِ وَقَرَى وَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَجِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رُوَاشِيَا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُرِّ دَابَّةٌ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ جَوْجٍ كَرِيمٍ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلام مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة عن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني الحميد وإذ قال نقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته